مرحبا بكم على قناتنا الأحبارية الحياة لوفي كيفما تعودتوا في كل يوم لدينا أخبار وأحدث جديدة ومتنوعة اليوم بيش نحكيه على تحركاتها خطيرة جدا قاعدة تصير لي متضمع في تونس وكيما تعرفوا أشكونا اللي وراهم وكيما تعرفوا الأييد الخافية من وراء السيطار اللي قاعدة أتحرك فيهم فرقة مكافحة الإرهيل بالتبع على الإدارة العامة للأمن الوطني البيات تطيح بسبعة نصر إرهابية في ولاية نيبل على علاقة بمخزن الأسلحة الذي تم كشفه اليوم ليزي يلقاوا مخزن متاع السلاح وقلني لكم الحمد لله أن الأمن قاعد يخدم في خدمة جبرة ربي يعينوا إن شاء الله ربي يحميه يحتيهم الصحة يحتيهم ألف ألف صحة وغافوا بالمنجات دراهم قاعدين يكفعوا في الإرهاب بطريقة جميلة جدا لأنه دجاء نجلة بطن أعلنت اللي هما بشي قوي في الاستراتيجية لحبيت الوطن ضد الإرهاب ونقولونهم ربي يحميكم لأنه أحنا قاعدين نتوقع وننتظروا في الظرابيت متاعهم الغادرة لأنه ذيك السلاحهم الوحيد اللي نجمي قاوموا بأفاركيكا ما ينجمي قاوموا بحط شي يخروا ما نجموش يفرضوا الويحم على توينس لأنهم دجاء اذكرهم ما تنسوشي لايك واشتراك وتفعيل الجرس وما تنسوش جدا تدعيوا لبلادكم والأمن بلادكم وباي باي